بمشاركة نحو أربعمائة مختص وخبير تقني اختتمت السبت مسابقة هاكاثون إنسان للابتكار بتنظيم من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان فازت فيه خمسة مشاريع قدمت مبادرات تقنية تهدف إلى تسهيل حياة الأيتام تقنيا وتضع حلولا تقنية لرفع الإيرادات المالية للجمعيات الخيرية البوادر الآن مبشرة، التفاعل ممتاز ما توقعنا هذا التفاعل ما شاء الله وإن شاء الله إذا حققنا له عندنا أربع مجالات أساسية أو أربع تحديات إذا نجحنا فيها إن شاء الله هيكون فيه نقلة في موضوع العمل الخيري بإذن الله في من ناحية التقنية جمعية إنسان تسعى لتدريب العشرات من أبناء الجمعية على البرمجيات المتقدمة من بين أكثر من خمسة وأربعين ألف طالب وطالبة تشرف عليهم الجمعية في أكثر من عشرين مركزا في السعودية أبناء الجمعية يحيى جماح ومحمد السفياني وعمر العرفة كانوا ضمن الفريق الفائز بجائزة المركز الأول في مسابقة السومو التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية هذا العام طبعا نظمها من البطولة التي هي مع الرياضات اللاسلكية منها بطولة السومو والسيارات اللاسلكية وإذا الطائرات بدون طيارة شاركنا صحيحة البطولة كانت على مستوى عالي لكن الحمد لله حققنا المركز الأول وهذه تعتبر انطلاق لنا لبطولات قادمة وإن شاء الله نطمح في المستقبل أن نحقق مراكز على مستوى السعودية وعلى مستوى العالم بعد تسعى الجمعية إلى سد الفجوة التقنية بين القطاعات الحكومية والخاصة وشبه الخاصة مع القطاع الخيري بما يعزز دور القطاع غير الربحي بزيادة مشاركته في الحركة الاقتصادية ومساهمته بتحقيق رؤية 20-30 من الرياض حسين بن مسعد العربية